محمد عبد العزيز وأنا يعني يمكن أصدت أن أقول أنه ده راجل لعب سياسة لفترة طويلة جداً وعنده تجربة حركية واضحة جداً معلنة جداً نزيهة جداً مستقيمة جداً طول الوقت وما شغلش نفسه بالأتمنى المدفوعة وصولاً إلى تمرد ومن تمرد وانتشار تمرد انتشار رهيب مذهل ما أظنش أنه حد كان يتصوره أو يتوقعه أصبحت تمرد حالة موجودة في مصر إلى أيام قليلة أو وده اختيارك ساعات قليلة قبل 3-7 أول سؤال لما لقيته تمرد بتنتشر في كل حطة في مصر إيه اللي بدأ يقول بزهنكم؟ أولاً أنا بشكرك على المقدمة الجميلة دي وأرجو أن يكون أستحقها يعني وأقول لكل الشعب المصري كل سنة وإحنا جميعاً طيبين بمناسبتين مناسبة عيد الأطحى المبارك وطبعاً ذكرى العشرة اللي صورت الشعب المصري في 30 يونيو وإحنا النهاردة في يوم 3-7 يعني منذ عشر سنوات الشعب المصري يعني بالاشتراك مع قوات المسلحة حينما انحازت القوات المسلحة لهذه الإرادة الشعبية حققوا نصر تاريخي جداً كان كل الحسابات المنطقية قبل هذه الصورة العظيمة تقول إن ده تنظيم صعب جداً القضاء عليه وموجود متغلغل في كل القرى تقريباً وكان فكرة الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي اللي بقاله 80 سنة بيحلم بالوصول إلى السلطة هتبقى تمنها ضخم وصعب لأنه كان عندهم سعادة يحرقوا كل حاجة علشان خاطر يعني يحافظوا على هذا المكتسب اللي انت زعوه في غيبة من الزمن في لحظة تاريخية صعبة يعني فسؤالك عن إن لقينا تمرد بتنتشر بشكل كبير خلينا أقول لك إنه كان عندنا توقع لحاجة شبه كده لكن الشعب المصري فاجئنا بأبعد من توقعاتنا ليه؟ لو رجعنا بالأحداث ما قبل حتى تأسيس تمرد هتلاقي إنه موجة الغضب عند الشعب المصري تجاه الإخوان كانت كسحة ولذلك دايما بقول إنه تمرد لم تخلق الغضب ضد الإخوان ويمكن الإخوان في طول الوقت في خطابهم بيحملوا تمرد المسئولية وكأن هي اللي عملت الثورة ده في تقديري طبعا يعني شرف إحنا يعني إن نكون عملنا الثورة لكن الواقع إنه غضب الشعب المصري تجاه الإخوان غباء الإخوان في إدارتهم وتحديهم وعنجهيتهم لإرادة الشعب المصري لأنهم جعلوا الجماعة ليست جزء من المجتمع ولكن جعلوا الجماعة فوق المجتمع حاولوا أن يجعلوا الجماعة فوق المجتمع فهتلاقي دخل الإخوان في صدام مع القضاء في صدام مع الفنانين في صدام مع الإعلاميين في صدام مع كل أصحاب الرأي مع السياسيين والقوى المدنية جميعا مع الكنيسة مع الأزهر لا يوجد مؤسسة في الدولة ما دخلوش في صدام معها أضف إلى ذلك أنه أصبحت الصدمات مع المواطن العادي اللي مش إخوان ففي كل مصلحة حكومية في كل شارع في كل مكان بقى في كلام عن إحنا وإنتم إحنا هنعمق جايين نعلمكم إحنا جايين نحكم 500 سنة إحنا جايين نعلمكم الدين إنتم كلكم لازم تسمعوا كلامنا في القرية المصرية شاف المواطن المصري لأنه في القرية يبان الأمور قوي يعني الشخص الإخواني اللي فجأة بنى البيت وأصبح بيستفيد من وجودهم في السلطة بدون أي نازاهة وكل الكلام بقى عن إحنا بتوع ربنا وإحنا يعني جايين نحمل الخير لمصر ومشاركة لا مغالبة وكل الكلام الجميل اللي كان بيتقال ده حينما أصبحوا في السلطة حدث عكس ذلك ولذلك بمنطل وضوح كنا متوقعين حالة غضب كبيرة جدا مننا الإخوان من قبل الشعب المصري الشعب المصري هيعبر عنها وتمرد كانت إصبع يشير إلى الطريق لكن الحقيقة اللي فجئنا هو أنه وعي ويقزت الشعب المصري اللي أصبح سابق النخب السياسية كلها سابق الحركات والأحزاب السياسية مع كل التقدير والاحترام لكل المجال العام والمجال السياسي كل ده نقدره ونحترم ولكن هتلقى في ستة مصرية في مصلحة حكومية كانت بتحس زميلها وزميلاتها على التوقيع على تمرد وتقولهم لازم تنزلوا 30 ستة الستة دي ما كانتش عضو في حزب سياسي ولا عضو في حركة سياسية ولا عضو في تمرد بالمناسبة وربما ما اشتركتش في أي مجال سياسي قبل كبير هتلقى راجل صاحب قهوة هتلاقي حطت يفطى في القهوة هنا تجميع استمرارات تمرد وراجل ده احنا ما نعرفوش وعمره ما اشترك معنا في أي مصار سياسي واحنا في العمل العام وفي العمل السياسي من سنين لكن هذا الرجل كان عنده وعي كبير جدا في المشاركة والخوف على الدولة الوطنية هل الخناءة مع الإخوان أو الخلاف مع الإخوان كان خلاف سياسي؟ لا في تقديري يعني الخلاف السياسي يؤخذ منه ويرد يعني انت كل الحكومات في العالم لا يوجد حكومة في العالم ما بتغلطش الحكومات مش ملايك ممكن تصوب للحكومة وتأخذ منها الخلاف مع الإخوان كان خلاف وطني وخوف على الدولة الوطنية من الانهيار انت بتتكلم عن مشروع اسمه مشروع الدولة الوطنية ومشروع اسمه مشروع الجماعة ده أمر مختلف تماما ايه الفرق بينهم؟ في الدولة الوطنية جميع المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الوجبات في مشروع الجماعة الأول بتبدأ المسلمين غير البقيين ثم المسلم الإخوان غير البقيين يعني هو في طبقة أعلى الأمر الثاني مشروع الدولة الوطنية بيقدر ويجل المؤسسات الوطنية للدولة يعني الدولة قائمة على مؤسساتها الوطنية اللي هي بتنفذ سياسات الحكومة الحقيقة انه مشروع الجماعة هو تفكيك هذه المؤسسات الوطنية والدخول إلى مفاصل الدولة وأخوانتها وده أمر مختلف تماما وشوف في المنطقة حوالينا حينما هذه الجماعات المتطرفة حاولت أن تعبث بالدولة الوطنية شوف انهيار الدولة الوطنية عمل في المجتمعات إيه وده نقدر نشوفه بشكل واضح جدا من ظهور الميليشيات الطائفية ثم هذه الميليشيات تحارب بعضها يعني ممكن يبقوا هم كلهم بينتموا إلى طيار الإسلام السياسي إلا أنك تلاقي هذه الميليشيات لأن اللي بيمول هذه الميليشيا مختلف عن اللي بيمول هذه الميليشيا فتنهار الدولة وينهار الأمن وينهار المجتمع ما كان يأخذنا به هذا الطريق كان طريق إلى أسوأ ما يمكن والدولة المصرية لأنها دولة كبيرة أول دولة في التاريخ يعني من علم العالم معنى الدولة أصلا فكان فكرة نشأة الدولة نشأت في مصر في الدولة المصرية القديمة ولذلك كان فكرة المخزون الحضاري اللي عند الشعب المصري هو اللي قدر يتماسك في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي ويقول كلمته في الكارت الأحمر يوم 30 يونيو ويمكن في الأيام قبل 30 يونيو أنا أذكر لقاء تم بيننا وبين الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل ونتعرف يعني إيه أنا بالنسبة لنا الأستاذ هيكل كان فكرة حلم أنك تشوفه من بعيد كده ففكرة أنه يكلمنا مكتبه أن الأستاذ هيكل يريد أن يلتقي بيكم فنروح نقابله فنتكلم حوالين إيه اللي ممكن يحصل لو الناس نزلت وما حصلش يعني الإخوان كتنظيم إرهابي تحدى إرادة الناس فكان ردنا وكان يعني كان ردي على هذا السؤال أنه لا يمكن أن يحدث انتصار على الإخوان إلا بأنه إذا كان إرادة الشعب واضحة في مواجهة هذا التنظيم أن القوات المسلحة يجب في هذه اللحظة أنها تنحاز إلى إرادة الشعب المصري وهذا الأمر في تقديرنا استكمال الدور الوطني للقوات المسلحة ليس تدخلا منها في السياسة ولكن حفاظها على الدولة الوطنية ومقدرتها وده دور أساسي ورئيسي للقوات المسلحة ويكب بتلعبه تاريخيا طول عمر القوات المسلحة منحازة للإرادة الوطنية للشعب المصري وطول عمرها تحمي محددات الأمن القومي للدولة الوطنية لم يكن أحد يسمح أن تنجر مصر إلى حرب أهلية أو نشوف المصريين بيقتلوا بعض في الشارع بسبب ميليشيات إرهابية شايلة السلاح وبتهدد الدولة الوطنية والجيش المصري ده أمر لا يقبله أحد ولا يقبله القوات المسلحة المصرية ولا يقبله الشعب المصري ولذلك كان بيان 3-7 ترجمة لإرادة المصريين اللي بدت بشكل واضح في الميادين في 30 يونيو من إسكندرية الأسوان من كل الشوارع الرئيسية والفرعية إحنا كنا تشوف المظاهرة ما تعرفش أولها من آخرها تبقى موجود سواء كنت أمام للتحادية أو في مدان التحرير لا تستطيع أن ترى أول المتظاهرين آلاف الآلاف من المصريين في كل مكان بتتكلم عن ملايين تجاوزوا وفق الوصف الـ CNN في الوقت ده أنه أكبر حجد بشري في التاريخ ما شفتش عدد 33 مليون من إسكندرية الأسوان موجودين في كل المحافظات في كل العواصم الرئيسية للمحافظات فهذا المشهد بيقول أنه لا يوجد أحد يستطيع أنه يهزم إرادة الشعب المصري وشعب المصري دايما يصنع المعجزات حتى لما أنت تعتقد أنك انتصرت عليه أو قدرت أنك تنتصر عليه تلاقي دايما فيه مفاجأة تاريخية وارجع بالتاريخ كده الهكسوس حكمه مصر قد إيه لكن تلقى فيه قائد شجاع اسمه أحمس استطاع أنه يهزم الهكسوس بالحسابات المنطقية أنه الجيش ما كانش موجود في الوقت ده والهكسوس مسيطرين وعندهم العجلات الحربية وكل الكلام ده إلا أنه المصريين ينتصروا على الهكسوس شوف أنت بعد كده خطر التطار فتلقى أنه الجيش المصري لما يروح يقفل عليهم في عين جلوت ويمنعهم من دخول مصر ثم يمنعهم من استكمال مذابحهم وينتهي أثارهم في التاريخ تلقى أنه الشعب المصري والجيش وقتها استطاع أنه هزيمة التطار كل الحسابات المنطقية بعد ناكس السبعة وستين كانت تقول الجيش الذي لا يقهر ده عمله خط برليف ده مستحيل إلا أنه عظمة العسكرية المصرية وعظمة الجند المصري وعظمة الزابط المصري جابتهم الأرض جابتهم الأرض بفكرة إبداعية بخرطوم مية أنت كل الحسابات المنطقية كانت تقولك مستحيل الحسابات العسكرية تقولك صعب جدا لكن المصري ما بيغلبش فأنت زي ما بورقة وكرت أحمر استطعت أنك تهزم هذا التنظيم الإرهابي أنت قبل كده بتخطيط عسكري جيد وببسالة وبطولة في حرب 73 وخرطوم مية خلصت من خط برليف وفتحت الباب للعبور وسجلت انتصار تاريخي انتصار الثلاثين يونيو لا يقل أبدا عن معجزات الشعب المصري من بناء الهرم وطارد الهكسوس وهزيمة التطار وانتصار الثلاثة وسبعين ثم انتصارنا في ثلاثة يوليو اللي احنا بنحتفل بذكرها منذ عشر سنوات حينما خرج القائد العام للقوات المسلحة يقول بالضبط الدور التاريخي للقوات المسلحة وانحيازها الدائم للشعب المصري بانه مصر واللادة زي ما جابت عظماء عبر التاريخ في هذا التوقيت ربنا رزقنا بالقائد العام للقوات المسلحة الذي انحاز لإرادة الشعب المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ قرار تاريخي هذا القرار وهو قال لنا يوم 3 يوليو قال ان هذا القرار المصيري سيتحمل نتيجته انا وابنائي في الجيش وولادي في الشرطة بس احنا هنتحمل بصدرنا علشان نحمي ارادة المصريين وشفنا ده في كم الشهداء الذين يعني دفعوا وتمنهم حماية لهذه الدولة الوطنية حماية لهذا الشعب المصري العظيم حماية لانه لا يتحكم في مصر تنظيم ارهابي يرفع علم داعش ولا القعدة ولا اي حاجة على اي نقطة من من اي شبر في مصر ممكنهمش من هذا الامر بس الكلام ده ما تعملش بسهولة الكلام ده تعمل بدم وتضحيات وبفلوس لانه مليارات دفعت في مكافحة الارهاب مليارات دفعت في الحفاظ على الامن القومي والدولة الوطنية